أنا أذكر أنني ألقيت قصيدة عفوا في المرحلة المتوسطة ألقيت قصيدة وأنا في ثاني متوسطة والحقيقة مليئة بالكسور والرضوث يعني تحتاج إلى مجبر من نوع متميز فأذكر في أستاذ اسمه صدق البيك حفظه الله وباركه في موجود في الهاتف ما شاء الله الحمد لله أني أقابل وأحيانا هذا الرجل سمع من القصيدة فألقيتها في فطلب مني أن ألقيها في إذاعة المعهد وقال لي أنت شاعر عظيم يعني ما أنزلت أذكرها ألقيتها يعني منها ما أكثر اللؤماء في هذا الزمان من قلة تجد الأمين الأرحمي طبعا هي المفروض الأمين الأرحمة المهم ألقيتها وكانت جميلة والأمن عما الناس في كل الجهات إلا فلسطين العزيزة تظلمي كانت عن فلسطين فلما انتهيت من الإقام قال عني كلام في الإذاعة بكيت من فرحتي به فلما انتهينا قال تعال إلى غرفة المدرسين وجلس معه قال شوفي عبد الرحمن أنا الورقة التي عندي وضعت عليها التصحيح والتصويب فانظر فإذا بها مغطى بالتصويب قلت يا شيخ قال أنت رائع لكن هذا التصويب لا بد منه جميل فأذكر أنه أعطاني دفعة قوية جدا جدا جميل ولهذا أنا أوصي من لهم علاقة بالتربية وبالتعليم أن يكون هذا أسلوبهم جميل يعني ألا تحطم مجاديف صاحب الموهبة لا يعني أعطي دفعة ثم بعد ذلك يقدم له النصيحة في ثوب جدا شكرا